الفيديو ده صحيح؟ عصابة بتسرق عربية لنقل البطاطس لسوق العبور في عز النهار ايوة الفيديو صحيح لكن مش معناه اننا في مجاعة او لا سمح الله داخلين على مجاعة مصر ظروفها الاقتصادية صعبة لكن مش بتقع الارقام مش بهاري سوشال ميديا طب ليه مش بيخوفونا وايه الحقيقة؟ والاسعار والتدخم والتعويم والديون كل ده ما يخوفناش؟ اسئلة كتير عند المصريين الفيديو ده بيحاول يجاوب عليها بشكل مش طبيعي انتشر فيديو لمجموعة لصوص باسرقه في عز النهار عربية بطاطس كانت رايحة سوق العبور عشان تنزل حمولتها وقاموا ماشيين تيروسيكلات جنب العربية قطعوا شكاير البطاطس وحملوا على تيروسيكلاتهم جزء كبير من البطاطس وجزء وقع في الشارع وبدأت ناس بسيطة تلم البطاطس والدخلية قالت بعدها انها قبضت على الحرمية دول الجزيرة مباشر وغيرها من المواقع لحقت اللقطة وعملوا فيديو لا وكمان جولت عليها بتعليقات من على سوشال ميديا تعليقات من نوعية مجاعة في مصر والبلد خربت واحنا بنضيع يا وديع كلام جتير وتخويف للمصريين من جريمة سرق عادية وبطريقة قديمة جدا حصلت كتير قبل كده وممكن تحصل تاني زي اي بلد في الدنيا وبالمناسبة ممكن تتثبت وتتسرق في امريكا اللي هي اقوى اقتصاد في العالم في عز النهار وحتى في الحرم المكي اعظم بيوت ربنا احيانا بتحصل سرقات فيه وبتبقى مجرد جريمة انا مش قاصدة طمنك واقولك الدنيا وردي والحياة بقالونها بمبي لكن عايزين نتكلم بعقل وبلغة الارقام عشان نشوف اشاعات المجاعة دي صحيحة ولا تخريف ونبدأ بالسؤال احنا ايه وضعنا والدنيا رايحة فين مصر زي كتير من بلاد العالم من اكتر من اربع سنين من ساعة وجد كورونا فاكرينها لحد حرب روسيا اوكرانيا اللي قربت على سنتين بتعاني اقتصاديا وبشدة تضخم وركود وجنان في الاسعار وانخفاض قيمة العملة مع بعض الجشع وضعف الرقابة الدنيا الخارجي تجاوز 155 مليار دولار واحتياط النقد الاجنبي تراجع ل34.4 مليار دولار في ابريل اللي فات لكن بالفهم المليان مصر مش في مجاعة ولا دخل على مجاعة ولا افلاس ده مش كلامنا لكن كلام خبار اقتصاد سألناهم وبصراحة هل مصر بتقع او دخل على مجاعة الكل اعترف في الاول اننا في ازمة بنحاول نخرج منها لكنهم بالارقام قالوا ان البلد هتتجاوز الازمة دي وانطالت شوية رغم المعاناة من نقص امدادات النفط والغاز والامح اللي ارتفعت اصعارهم عالميا كمان اربع او خمس عمليات تعويم لجنيه قدت لتراجع قيمته امام العملات الدولية وشوح الدولار في سوق وانخفاض القدرة الشرائية للمصريين لكن اللي طمننا مثلا ارتزام مصر رغم ظروفها بسداد اقصاط ديون في موعدها عدم لجوء مصر لاحتياط الاجنبي او السحب على المكشوف بالعكس راحت لحلول مديلة اقل صعوبة زي لجوء الاشقاء والاصدقاء للحصول على مساعدات واحيانا بيع بعض الاصول من مؤسسات القطاع العام او اسهم منها للقطاع الخاص لتوفير العملة وكمان بكملة في مفاوضات قرد جديد بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد اللي بيكون بمثابة سكر الثقة في الاقتصاد المصري رغم حالة الانكماش الحلول دي مش غريبة وبتلجأ لها معظم الدول اللي بتمر بازمات كمان ما ننساش نقطة مهمة ان لولا الدعم الحكومي المتواصل للسلع الاساسية وتحسين مستوى الاجور والرواتب لكانت الاوضاع اسوأ بكتير وزير المالية وعد في اكتر من تصريح ان الازمة تنتهي قبل نهاية 2023 نصيحة من دها بقدمها خبراء الاقتصاد للمسؤولين عشان نخرج من الازمة هي ضبط الانفاق الحكومي والعمل على زيارة حصيرة النقد الاجنبي ونصيحة المهمة ليك انت محدش يخوفك ويقولك مصر دخل على مجاعة مصر مرت بظروف اصعب من كده وخرجت منها اما المجاعة ده كلام تخريف ولا انت ايه رأيك قلنا في التعليقات